في ظل حرب تدخل عامها الخامس يطرق شهر رمضان أبواب اليمنيين حاملاً معه نفحاته المباركة بالإضافة إلى معاناة مضاعفة تجلبها متطلبات هذا الشهر الإنسانية وفي ظروف اقتصادية أكثر صعوبة من السنوات الماضية يستقبل اليمنيون شهر رمضان هذا العام في ظل ازتياد أعداد العاجزين عن توفير مستلزمات الشهر الفضيل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن شهده من اليمنيين فلا شك أنه سيعاني كثيراً في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وغياب الدولة وأجهزة الرقابة النازحون في الداخل فقط يفوق عددهم مليوني نازح تتلقفهم الشمس والرياح عوضاً عن المنظمات الإنسانية والإغاثية المعنية وما يزيد الأمر سوء هو ازتياد أعداد هؤلاء النازحين جراء الحرب فخلال الأسابيع الأخيرة هجرت ميليشيا الحوثي قرى كاملة في الضالع والبيضاء وتعز وحجة الأمر الذي يضاعف المأساة اليمنية الممتدة على طول البلاد بين جدران الأروقة الدولية تحظى اليمن بأعلى أرقام التعهدات الإنسانية في بداية العام الجاري تعهدت الدول المانحة بأكثر من ملياري وستمائة مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن خلال العام 2019 وفي العام السابق حصل ما يشبه هذا الأمر إلا أن المأساة الإنسانية تستمر في التوسع ويشكل كثير من عدم وصول هذه المبالغ إلى مستحقيها بشكل كامل الأمر الذي دفع الشباب اليمني إلى تنظيم حملة إلكترونية لمطالبة المنظمات العاملة في اليمن بنشر التقارير التي تعزز الشفافية لتفادي الفساد وضمان وصول هذه الأموال إلى مستحقيها وفي ظل الارتفاع الكبير للأسعار وصعوبة الوضع الاقتصادي يحوز التكافل الاجتماعي أهمية أكبر بين اليمنيين يعزز ذلك الرصيد الاجتماعي لليمنيين وقيم الشهر الفضيل